مدرب المنتخب العراقي السابق حكيم شاكر في تصريح لبرنامج ستوديو الجماهير لو توفر لي ما توفر للإسباني في سوس كاساس أعدكم بلقب كأس العالم وليس لقب كأس آسيا في زماني عندما كنت مدربا للمنتخب العراقي أنا من أقوم بالتدخل اللاعبين لا يوجد حتى طباخ خاص للمنتخب العراقي الآن كل شيء متوفر وأكثر من سبعين لاعبا جاهز سواء كان محلي أو مغترب وإذا فشل كاساس في بطولة غرب آسيا ولم يتأهل إلى كأس العالم أقول له أنك لست مدرب وأنما ممرن لأن من الصعب تحقيق نتائج سلبية في الوقت الحالي مع العراق لأن كل الأسليب والسبل التي تنمو إلى النجاح هي متوفرة لدى كاساس وكادره الإسباني الإعلامي الدكتور عدنان لفتة في تصريح صحفي قائلا ما يخص دوري المحترفين أو دوري نجوم العراق أعتبرها طفرة نوعية إلى الإمام وما يقوم به عدنان درجال مع رئيس الرابطة الإسبانية تي باس ليس شركة خاصة أو مزاد أو استثمار خاص لعدنان درجال بل هو مشروع لجميع العراقيين وللكرة العراقية وتطورها الإيجابية الأولى في المشروع هو معرفة موعد انطلاق الدوري وموعد الانتهاء من جانب آخر كل مدربين الأندية العراقية اضطروا إلى تطوير أنفسهم والحصول على شهادة البرو في سبيل تدريب أندية دوري المحترفين وهذا آزاد من عطاء المدرب المحلي علينا دعم رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال والوقوف بجانبه دون الالتفات إلى بعض المغرضين الذين انتهت مصالحهم الشخصية بسبب درجال مصدر خاص لموقع المستديرة الرياضية أوفد لنا أن برنامج تقنية الفيديو سيتم تطبيقها في المباريات الأربعة التي ستقام غدا الخميسة في افتتاح منافسات دوري المحترفين في حال لم يحدث شيء خارج التوقعات تقنية الفيديو ستكون حاضرة في ملاعب مباريات أمانة بغداد مع القاسم والنجف ونفط ميسان والحدود مع نفط البصرة والزوراء مع نوروس اتحاد الكرة استنفر جميع الجهود مع شركتي عشتار وميديا بيرو لتطبيق تقنية الفيديو في ملاعبنا خلال منافسات دوري المحترفين مصدر خاص لموقع العراق المدير الإداري للمنتخب الأولمبي جبار هاشم ناقش اليوم مع المسؤولين في اللجنة الأولمبية تحضيرات المنتخب للمشاركة في بطولة آسيا في قطر العام المقبل هاشم أبلغ اللجنة الأولمبية أنه من معسكر إسبانيا التدريبي الذي سيقام في أيام الفيفا من الشهر المقبل سنتمكن من إعداد القائمة الأولية التي سنرسلها إلى الأولمبية لنتمكن من ضمان تسجيل اللاعبين في النظام الخاص بأولمبيات باريس 2024 اللاعب الدولي السابق أحمد أياد في تصريح صحفي نادي الطلبة مدين لي بمبلغ من المال منذ ثلاث سنوات وعلى رئيس الاتحاد عدنان دراجال التدخل من أجل الحصول على مستحقات المالية راجعت لجنة شؤون اللاعبين لأكثر من مرة بخصوص مستحقات المالية وإيجاد حل لهذه القضية لكن للأسف لم أحصل على مستحقات المالية حتى الآن سألجأ إلى محكمة كأس واشكو اتحاد الكرة في حال ترخص نادي الطلبة الرياضي الترخيص كذبة واللجنة تعمل بسياسة الكيل بمكيالين مصدر خاص لموقع العراق أكد لنا إن لاعب منتخبنا الوطني زيدان إقبال سيدأ تدريباته من جديد مع فريق ورخت الهولندي اليوم بعد تعافيه من الإصابة الإصابة العضلية التي تعرض لها زيدان إقبال أبعدته عن التدريبات مع فريقه لثلاثة أسابيع زيدان إقبال تركيزه منصب على العودة من الجديد واللحاق بصفوف المنتخب الوطني قبل اللقاء إندونيسيا بتصفيات المونديال الجهاز المعاون الكاساس متواصل باستمرار مع زيدان إقبال وجميع اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم قبل الاستحقاق المقبل إقبال كان حاضرا على المدرجات في مباراة فريقه مع يكس في الجولة السابقة من الدوري الهولندي اللاعب العراقي الأصل نوح درويش يسجل الهدف الأول للنظر العريق برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا للشباب ضد الشخطار إدارة ناديد هوك تباشر بنصب منصاب التصوير الخاصة بتقنية الفيديو وستغيب هذه التقنية عن المباريات التي لم تقوم الأندية بنصب هذه المنصات في ملاعبها بالرغم من تبليغها قبل ثلاثة أشهر من الآن دور نجوم العراق سيحسم لقناة الرابعة في الرياضية بشكل كبير ولن يتم تشفيره وسيكون مجانا للمشاهدين يستعد لاعب أتريخت الهولندي زيدان إقبال إلى الالتحاق مجددا بالمنتخب العراقي الأول بعد غيابه عن بطولة الأردن الرباعية الودية لكرة القدم وغاب إقبال عن المنتخب العراقي في بطولة الأردن الرباعية والتي أقيمت في العاصمة عمان وقالت مصادر في الاتحاد العراقي لموقعنا الرياضية إن مدرب المنتخب العراقي في سوسكاساس على تواصل دائم مع زيدان إقبال من أجل متابعة موضوع إصابته المزمنة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية حيث أكد اللاعب للمدرب أن العلاج يسير وفق ما هو مخطط له وأن عودته إلى الملاعب باتت قريبة جدا وبينت المصادر أن كاساس أبلغ إقبال بضرورة وجوده قبل مواجهة إندونيسيا في تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 والتي من المقرر أن تقام في مدينة البصرة لافتة إلى أن اللاعب أكد جاهزيته للالتحاق بالمنتخب العراقي وأنه سيحضر قبل ثلاث أيام من موعد المباراة يذكر أن آخر مباراة خاضها زيدان إقبال مع المنتخب العراقي كانت أمام الهند في بطولة كأس ملك تايلند الودية في السابع من شهر ستمبر أيلول الماضي وحينها تعرض للطرد بعد دقائق من إشراكه بديلا في المباراة وسيواجه العراق منتخب إندونيسيا في مستهل مشواره بالتصفيات الأسيوية المزدوجة في 16 نوفمبر 22 المقبل وبعد مواجهة إندونيسيا سيلعب المنتخب العراقي أمام فيتنام في 21 من شهر نوفمبر 22 المقبل ترجمة نانسي قنقر